بقرار خاطئ من المجلس الرئاسي تم الدوس على علم الجمهورية اليمنية تلك خلاصة الكتابات الغاضبة حد السماء من مشهد الدوس على علم الجمهورية اليمنية وامتهانه بعد سيطرة الميليشية على شبوة في ظل أداء أقل ما قيل فيه أنه مخيب لآمال الشعب من قبل العليم ورفقائه وفق ناشطين فإن القرارات التي سمحت بسقوط الشبوة في يد من يدوسون العلم الجمهوري بأقدامهم ستذهب بالوضع أبعد حتى مما توقعه أصحاب القرار أنفسهم فمن يدوسون على الجمهورية لن يتورعوا عن ارتكاب كل كبيرة بحق كل ما له صيلة باليمن بما في ذلك مجلس الرئاسة الرصاصات التي تم توثيق إطلاقها وهي تمزق علم الجمهورية لم تكن في الحقيقة سوى رصاصات موجهة لرأس اليمن ورئيسه ولصدر كل عضو في مجلس الرئاسة يؤمن باليمن ونحو قلب كل مسؤول غاب حب وطنه في اللحظة التي كان الوطن أحوج ما يكون إليه لقد كانت بالفعل رصاصات موجهة نحو كل يمني على امتداد اليمن وأخطر ما في الرصاصات أن من أطلقها ليس من ضغط على الزناد بل من أصدر القرارات الخاطئة وتلكأ عن إصدار قرارات الإنقاذ إنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة ومشروعية المجلس وشرعية المسار وتلك أخطر الرصاصات القاتلة التي تصدر على هيئة قرار ترجمة نانسي قنقر